حضارة سومر هي واحدة من اقدم الحضارات في التاريخ وقد نشأت في منطقة ما يعرف اليوم بجنوب العراق القديم استمرت حضارة سومر لعدة قرون وعاشت تقريبا في الفترة من حوالي 4500 قبل الميلاد حتى 1750 قبل الميلاد هنا تفاصيل حول حضارة سومر بداية الحضارة بدأت حضارة سومر في جنوب ما يعرف اليوم بالعراق حيث كانت الاراضي حول نهري دجلة والفرات تستضيف هذه الحضارة القديمة تميزت بمجموعة من المستوطنات الزراعية والمدن المزدهرة مع تطور زراعة المحاصيل واستخدام الري الصناعي اللغة والكتابة قدمت حضارة سومر أول نظام للكتابة في التاريخ وهو الخطط الكتلي استخدمت هذه الكتابة لتوثيق السجلات والمعرفة الثقافية وقد تم العثور على الآلاف من اللوحات الخزفية التي تحتوي على نصوص سومرية الآلهة والديانة كان لديهم عبادة عديدة للآلهة وكانت أبرزها إنليل وإنانة وأنف اعتبروا أن معابدهم هي منازل للآلهة وأماكن للتقديس والشعائر الدينية الابتكار والتقنيات قموا بابتكار نظام لقياس الزمن يعتمد على الإعداد السداسية والعشرية مثل الساعة الستون والدقيقة الستون كانوا متقدمين في مجالات الهندسة والبناء وبنوا هياكل ضخمة مثل الزغورات والجسور المحمولة التجارد والاقتصاد نظموا نظاما تجاريا رائدا حيث تم تبادل البضائع مع المناطق الأخرى كانت الأنشطة الاقتصادية ترتكز على الزراعة وصناعة الخزف وتجارة البضائع الزواج والأسرة كان لديهم نظام اجتماعي يرتكز على العائلة وكان الزواج والأسرة عناصر مهمة في حياتهم انهيار الحضارة انتهت حضارة سومر بعد عدة قرون من الازدهار نتيجة للغزوات والصراعات مع حضارات أخرى مثل حضارة بابل وأشور حضارة سومر هي احدى الحضارات القديمة التي تركت أثرا كبيرا في تطور البشرية سواء في مجال الكتابة أو الديانة أو الابتكارات الهندسية ومع مرور الزمن استمر تأثيرها في الحضارات اللاحقة وتركت أسسا مهمة للثقافة والتطور البشري وبمرور الزمن أصبحت حضارة سومر وراثتها الثقافية والتقنية تأثيرا مستداما على التاريخ والحضارات اللاحقة في منطقة ما تعرف اليوم بالعراق ولإتمام فهمك الشامل لهذه الحضارة يمكننا النظر إلى بعض النقاط المهمة الإضافية الحكم والمدينة كانت حضارة سومر تتألف من عدة مدينة دول مثل أوروك ولا جش وأور كانت هذه المدن تتحكم في حكومات مستقلة وأنظمة حكم مختلفة الفن والأدب قموا باتكار فن النحط والرسم وكان لديهم أعمال أدبية مهمة تعبر عن حياتهم وعقائدهم تأثير الأساطير كان لديهم مجموعة من الأساطير والقصص التي كانت تروى من جيل إلى آخر مثل قصة إنانا ودموزي والطفان الذي يشبه قصة نوح حضارة سومر تظل حجر الزاوية في فهم تطور الإنسانية والعمق الثقافي والتقني الذي قدمته للعالم تركت أثرا لا يمكن تجاهله على تطور الحضارات في الشرق الأوسط وما وراءه واستمر تأثيرها في العديد من جوانب الحضارة البشرية حتى اليوم بالتأكيد نستطيع الاستمرار في النظر في بعض النقاط الأخرى المهمة حول حضارة سومر نظام الري حضارة سومر قامت ببناء نظام ري متقدم لسقي الأراضي الزراعية وهو ما ساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وازدهار الاقتصاد الرياضة والألعاب تمتاز حضارة سومر بوجود نشاطات رياضية مثل انسباقات الزوارق على نهر دجلة والصين نظام القوانين والعقوبات قدمت حضارة سومر بعض أوائل القوانين المكتوبة والعقوبات وهو ما يشهر إلى المقدم في تنظيم المجتمع